خلال قدس الأحد الأسبوعي حث البطريار كالمروني بشارة بطرس الراعي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على تجنب الاتفاقيات السرية والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتبدأ في انتشار البلاد من الأزمة المالية البطريار كالمروني طلب الحريري بإعادة بناء العاصمة المدمرة بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع في الميناء في شهر آب أغسطس وعود بحياة قرابة مئتي شخص كما انتقد الراعي زعماء السياسيين لتأخر محدثات تشكيل الحكومة وحملهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي دفع بالكثير من اللبنانيين إلى هوية الفقر المبادرة الفرنسية هي الأخرى أخذت حيزا من خطاب الراعي الذي دعا الحريري لإحيائها لمساعدة لبنان ونجاح محادثاته مع إسرائيل لترسم الحدود مشددا على ضرورة أن يكون لبنان حيديا في نزاعات المنطقة في إشارة على ما يبدو إلى تدخل حزب الله في سوريا ويوم الخميس تلقى الحريري تكليفا بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة بعد مرور عام على استقالته تحت ضغط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة ووعد الحريري بتشكيل حكومة من الاختصاصيين لإجراء الأصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية التي تهدف الفتح الباب أمام المساعدات الأجنبية ويواجه الحريري تحديات كبيرة في الحصول على الموافقة على التشكيل الوزاري بسبب النظام المحاصص الطائفية في لبنان تشكيل حكومة احتصاصيين